في القيم تكلم حقيقة في مدار للسالكين في مسألة مهمة جدا وهي إيقاع الشخص بما يريده الشيطان فذكر يعني التسلسل قال أعظم ما يريد أن يوقع الشيطان الشخص هو في الشرك قال فإن لم يستطع قال في البدع ما قال الكبائر البدع أحب إلى إبليس من المعصية والسبب صاحب البدع يظن نفسه على خير لكن صاحب المعصية يعلم أنه على خير نعم صاحب المعصية يقرب الذنب فيتوب في احتمال يتوب أما صاحب البدع يعتبر نفسه صوابا فلا يتوب قال ثم الكبائر إذا لم يستطع أن يوقعه في البدع يوقعه إيش في الكبائر لذا قالوا عن أهل السنة قال أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم عقيدة صافية ما في بدع شو الفادي يجيك شخص متعبد ولكنه إيه ما ليه بالبدع قال فإن لم يستطع إلى أن تسلسل تسلسل من القيم قال حتى يوقعه انظر يشغله بالمفضول عن الفاضل تسلسل إحنا ما كملناش التسلسل إلى أن وصل إلى إيش يشغله بالمفضول عن الفاضل يعني يشغل أوقاته بطاعة لكنه أشغله عن إيه عن الأهم عن الأهم واحد قال لي يا شيخ في مجال تخطب الجمعة وفي مجال إنك تدرس هالعوام قلت له في حدا بيست مكاني قال لي آف قلت له خلاص اعفيني قال لي ليه قلت له أنه أنا طاقتي بالدخيرة لطلبة العلم في حد عفوا بالكلمة بيست مكاني عن طلبة العلم قال لا والله لا قلت له إذن خليني في مكاني الله يزيق الخير لا تشغلني في خطبة جمعة لا تشغلني في تدريس العوام بدرسهم أسيك ما ندر أما طاقتي خليها لإيه لطلبة العلم تعال أعطيك وصول فقه تعال أعطيك قواعد فقهية تعال أعطيك مباحث في التخريج تعال تعطيك توثيق المذاهب الفقهية في عندي دورات بعطيها وبدرسها بحاجة لكتابه مش أي واحد أفضل مدرسها خلي طاقتي مدخرة إيه لي مؤلفات بدي أحاول أنجزها وأراجعها فما تشغلني في ناس بفهم وفي ناس ما بفهم قال والله حبينا يا شيخ نسمع خطبك يا حبي ما ما تحبش الله يرضى عليك في غيري بخطب والناس بصير تبكي من وراه ها مش شول يا ها نعم بخطب نعم بخطب على القطعات ناس انقطعت فبطل أخطب مكانه فانت نبهوا تنبهوا وفي مجال الدرسنا لولاد الصغار طب كمان أدرس لولاد الصغار طبعا تعدرس أولادي الله يزيك الخير انت بدك تشغلني تشغلني بالمفضول عن الفاضل ترجمة نانسي قنقر